أهلاً أصدقائي الأطفال هيا نتعرف على أصناف الأغذية لاحظ الصورة ثم ضع الفواكه في السلة المخصصة لها الإجابة إجابة صائبة الفواكه هي برتقالة، موزة، كرز، تفاحة ضع الخذرة في السلة المخصصة لها الإجابة أحسنتم، ما بقي في المجموعة سنضعه في سلة الخذر لاحظ الصورة ثم ضع داخل حيذ اللحوم الإجابة وهو كذلك، اللحوم هي اللحوم الحمراء، السمك، اللحوم البيضاء ضع داخل حيذ مشتقات اللحوم الإجابة أحسنتم، ما بقي في المجموعة يمثل مشتقات اللحوم مع عدى ثلاثة مكونات لا تنتمي لأي من المجموعتين وهي البيض، القرع، وعلبة الزبدة سل مشتقات الحليب بمصدرها الإجابة نعم، مشتقات الحليب هي الزبدة الياغورت الجبن اللبن لذلك، سنصل كل هذه المكونات بعلبة الحليب ترجمة نانسي قنقر